ضيفنا العزيز هو فيلم أردني يتناول قصة فتاة فلسطينية فرحة أبان النكبة الفلسطينية التمانية وأربعين بنرحب بمخرجة ومؤلفة الفيلم دارين سلام ومنتجته آية جرداني يا أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً فيكم عامر والله نورت الأستوديو منور بوجودكم أنا بصراحة بكيف لما يجي على البرنامج ضيوف لهم علاقة بالوسط الفني بحس إنه هدول ضيوفي أنا عندي أنا صراحة بحاس حي ممكن أطلب ليش دخل بالقصة بس رح تشوفني أنا تعلمت من عمر عمر أعطاني شوية لمسته بس أبل ما نحكي بدي أوجه تحية لديما عازر برضو من منتجين الفيلم هلاً مسهلاً فيكي وسل الأسف ما أدرت منها تكون معاني اليوم في البرنامج آه تمام هلا مبدئياً 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 أول شيء ترشحتوا لأسياء الأسياء دعونا نسميه اللي هو أبسا أخذتوا جائزة أفضل فيلم طويل شبابي في حفل توزيع الدورة الخامسة عشر من جوائز آسيا والمحيط الهادي وهذا يعتبر زي ما حكوا فوز تاريخي للأردن لأنه أول مخرجة أردنية بتفوز بهذه الجائزة صح أو لا؟ مظبوط الحمد لله أنا ما عندي كلام تعبر فيه صراحة فرح أترك لكم المايك تعبروا الحقيقة يعني هاي الجائزة كان فيه الحمد لله كان فيه عدة جوائز من نصيب الفيلم من أول ما طلع الفيلم لهلأ لليوم وهذا دليل احنا مبسوطين فيه لأنه دليل أنه الفيلم عم بيوصل لقلوب العالم وليجان التحكيم بس هاي الجائزة الأخيرة مثل ما ذكرت هو إشي كان مميز كتير هو يعتبر الأوسكار آسياوي هيك يعتبر فهذا إشي كتير إنجاز الحمد لله لإلنا وللأردن ففخورين فيه ومتفائلين إن شاء الله بما أن الفيلم هلأ مترشح لكماني يمثل الأردن بسباق الأوسكارز فمتفائلين خير يا رب إن شاء الله خير يعني مش إشاعة إنكم طالعين على الأوسكار أكيد خلص تصريح رسمي هلأ هو الأردن يعني كل بلد تقدر ترشح فيلم يمثلها بالأوسكارز فإحنا لبست انترناشنال فيلم فإحنا عم نتنافس هلأ مع كمان واحد وتسعين دولة وهينا شغالين إن شاء الله نوصل لآخر خمسة بعد آخر خمسة بعد آخر خمسة نوصل لآخر خمسة يعني من الواحد التسعين بختاره خمسة بعدين بختاره خمسة يعني هو سباق لما يحكوا سباق الأوسكارز فيه سبب ليش بحكوك بس مجرد وصول الفيلم أو اختياره من الدولة هو إنجاز بحد ذاته للفيلم و لفريق العمل بالضبط ونحن الحمد لله فخورين فيه و متفاقل إن شاء الله عم نشتغل إنه يوصل لأن الفيلم مجرد ترشح فهو عم بعمل صدق كثير منيح بهوليوود و لأعضاء الأكاديمية أو لأعضاء الأوسكارز يعني صراحة طب أنا عندي سؤال بالفيلم نفسه يعني أنه تشرح قصة خلينيحكي صارت زمان وأحداث واقعية إشي كثير صعب هل واجهته هذا الإشي أنه صعب فيه تحدي وفيه ناس كثير جربوا أنهم يعملوا عن هذه الأشياء هل واجهته أنه إشي صعب و لا كان بصمتكم واضحة وقدرت توصل الفكرة تبعتكم بتخيل إنه مثل ما ذكرت هو فكرة لما تحكي نكبة هذا الحدث نحكي عنه يمكن بطرق مختلفة بس دائما فيه إشي مشترك بهاي الأفلام حاولت بفرحة أعمل إشي مختلف إنه نحاول نعمل منظور مختلف لهاي القضية الأديمة أو اللي بنعرفها نتعامل معها بطريقة عاطفية عشان بطريقة إنسانية خلينا نحكي بيش بطريقة سياسية ولو إنه ما فيك تستبعد عن السياسة السياسة موجودة بكل فيلم لو عم تعمل قصة حب فتخيل عم تحكي عن فلسطين وعن 48 ولكن الاتجاه كان أنه نعمل إشي إنساني أدهو نقدر عاطفي يقدر يوصل للجمهور مش بس العربي والغربي كمان ونحكي عنه هو سفير هذا الفيلم لقضية فلسطينية وهذا إشي كان شرف لإلنا فمبسوطين إننا حاولنا نعمل أد ما فينا نحكي عن صراع قديم بمنظور مختلف أقرب لقلب المشاهد كثير في ناس تستخدم مصطلح بركبوا الموجة أو بركبوا القضية عشان يطلعوا بالفيلم أو عشان ينجحوا فيه هل حسيتوا فكرة إنه الفيلم عن قضية حقيقية بيعاني منها الشعب العربي كامل كله ما بدي أحكي بس الشعب الفلسطيني هل حسيتوا إنه هذا بلس أضاف لكم أو سهل عليكم الطريق ولا صعب عليكم الطريق؟ بصراحة لا كان مش لصالحنا بالمرة أول إشي من لما كنا عم نعمل فندن كان ينحكي لنا ها فلسطين مش موضة كان وقتها اللاجئين السوريين هو اللي عليهم السبوتلايت قرينا نحكيه وكمان كثير كان هاي قصة ما حددوا يسمعها من الغرب وهاي الجهة تاعة قصة الواقع الواحد بدي يسمع فيها لا ما حددوا يسمعها وكثير واجهنا صعوبات بيعني من ناحية فندن كثير كانوا يجوا لدارين يحكوا لها لو بيتغيري هيك بالأول قصة بتصير أحسن توصل لأسرع فهو صراحة إنجاز إنه إحنا نروح هاي المهرجانات نعرض مهرجانات كثير قوية وهلأ نكون إحنا يعني بنص هوليوود عم نحكي عن فرحة عم نحكي عن قصة بفلسطين توني أربين هاد لحاله يعني إنجاز شوف شو مزعجة فكرة إنه بقول لك فلسطين هلأ مش موضة هلأ فيه إصار الحر هاي القضية الدائمة ولكن هاي حكت حرفيا إنه مش موضة هاي حكايات صراحة إنه بس هو للأسف في كتير عمر ناس بيستغلوا هاي القضية وبيستغلوا إيش فيه هلأ عم بصير وبركب الموجة بس أنا مثلا كمخرجة ما بقدر أعمل شيء وانا مش حاسة فيه وما بقدر يعني انا ما بحس انه مش انه انا مخي مش تجاري بس مخي اكتر بفكر بشغف بفكر بعاطفة بفكر بصدق انه اذا انا ما كنت صادقة كمخرجة مستحيل اقدر اكمل لانه ترتوعة سنوات عم تشتغل عم مشروع فاذا ما عندك صدق ما عندك احساس حقيقي مع الشي انا شخصيا ما بادر اوصل طبعا طب عندي انا سؤال قبلك شاهد عندي سؤال قبلك شاهد عندي سؤال قبلك بانه بتتحكي عن فيلم النكبة خلينا نحكي صارت زمان واحنا ما كننا موجودين هل استعنتوا به حدم كبير انكم عندك تسمعوا شو صار معاه هذا هيك يعني من وجبت المعلومات ايو يعني اكيد احنا منعرف احنا سمعنا بس انا مثلا ما عشتها انا كخالد انا عمر 26 سنة 26 يعني صغار هل استعنتوا به اشخاص جدي كبار تسمعوا القصة ولا على تخيلاتكم والاشياء اللي حضرتوها المؤرخين هلا في اول شي فيه فيلم اصير كان قبل اسمه الببغة فبرضه كمان احداثه في فلسطين 48 ومن وقتها في كتير ريسيرتش نعمال دارين يعني مثلا قرأت كتير كتير كتب التاريخ الشفوي موجودة انلاين تقدر تسمع حجات فلسطينيات عم بيحكوا قصصهم ويعني كل اهلنا احنا تربينا على قصص فلسطين دارين سمعت يعني لستة بتاع القصة من والدها يعني هي فكرة البنت اللي انحبست بغرفة هي هاد الاشي اللي سمعته من والدتي لما كنت طفلة وهو بقيت القصة انه طيب شو صار مع هاي البنت فهو حقيقي ما اخود من زي ما حكت ايا التاريخ الشفهي كنت افوت على المواقع اللي بيجوا ناس عاشوا النكبة وعاشوا ما قبل النكبة فلسطين وكيف عم بيحكوا عن حياتهم عم بيحكوا شو صار معهم كيف انقلبت حياتهم شو تركوا اغراضهم كيف تركوا حياتهم وطلعوا فاكيد يومين وبنرجع بالضبط فكان في يعني مهم اني اسمع الاشي من المصدر من الناس عاشوا زي ما ذكرتنا احنا ما عصرناها فبس منسمع عنها بس مهم تكون قادر انك تشعر وتحس ويعني تحس بالقصة اللي اللي عم تسمحها عشان تعطي كل اشي مية بالبين بدك تكون سامع القصة وتعطيها طب هلأ كتير منشوف زي ما حكيتوا انتوا على قصة الموضع انه في كتير افلام وفي كتير قصصة وفي كتير دوكمنترز بتصير عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية فرحة بشو مميز يعني ليه انا بدي اترك كل هاي المسلسلات والافلام اللي عملت عن فلسطين روح احضر فرحة احكي لك ليش لانه فرحة ما في للأسف لما تحكي فلسطين برجع بعيد انت في دايما اسلوب معين بحمل الشعارات وبمرحلة معينة احنا منوصل ما بدي احكي ابتدال بس انه ابتزاز عاطفي وهذا الاشي اللي حاولت اتجنبه او كان مهم لالي انه الفيلم ما يكون فيه شعارات الفيلم يكون عاطفي اللي بميزه انه هو فيلم انساني مرة تانية ومعظم احداثه بتصير بغرفة ونذكر قبل هيك انه هذا الفيلم هو النكبة من غرفة ومن عيون فتاة عمرها 14 سنة اللي هو هاد اشي ما مصر قبل هيك بالسينما انك تشوف احداث النكبة وتشوف من اليوم طفلة هاي الحدث اللي كتير مفصلي بحياء بالوطن مش بس بالنسبة للوطن العربي بالنسبة للعالم كلو عم نعاني لليوم من هذا الحدث من عينين طفلة وشو عم تسمع شو عم تسمع شو عم تشوف لفترة طويلة باسلوب السينمائي مكثف ولغة سينمائية شوي مختلفة عن اللي احنا متعودين عنها متعودين عليها بالافلام الرثائقية او الرواية بدي احكي معاك على الاسلوب اللي استخدمتي الاسلوب الاخراجي بس قبل ما افوت بهذا الموضوع حابب اناقشك بقصة هلا احنا عم نحكي عن القضية الفلسطينية صح بس احنا طالعين على العالمية يعني احنا نعرض الفيلم بالاوسكار الاسيوي ورح نعرض ان شاء الله التوفيق ما نعرض به الاوسكار العالمي هل كل الناس بتقدر تريليت مع هذا الفيلم ولا بس الشخص العربي او الفلسطيني هو لا سؤال مهم بس لا صراحة هو الفيلم عن يعني بتدور احداثه الفلسطيني بس اخر اشي هو فيلم عن قصة بنت بدها تتعلم بمدينة وما ادرت وتحول حلمها من انها تتعلم لانها تنجب حياتها عشاننا نعمل بطريقة انسانية وكتير هيومين قدر يوصل لكل العالم يعني الجمهور الكوري تعاطف مع فرحة اليابان ايطاليا اسبانيا نعرض باكتر من عشرين دولة باربعين مهرجان يعني وكل اياتهم كانوا اربعين دولة تقريبا اربعين مهرجان تقريبا خمس عشر دولة يعني كل حدا طلع من الفيلم عشان نو توصل بطريقة انسانية يقدروا يحسوا معاها ويمروا بالالكسبرينس معاها طلعوا على جوجل اول ما خلص الفيلم كلهم كان يبعتوا الادارين يقولها احنا عملنا جوجل ععدنا نفتش شي يعني نكبة شي يعني فلسطين تماني واربعين يعني الجمهور الكوري معندهمش اي فكرة ايش يعني فلسطين وكل اياتهم بعد اسبوع واسبوعين برجعوا بتواصلوا مع دارين لساتنا عم نفكر بالفيلم فهذا كان يعني هذا هو احلى اشي هو كمان متل ما بنحكي لما قبل ما ينعمل الفيلم لما كنا نحكي ونروج ونحاول نتواصل مع ناس اللي بدينا نعمل الفيلم كنت احكي لهم هاي القصة ممكن تحدث في اي مكان واي زمان فهذا اللي بتخيل اللي بيخلي فرحة مميز عالمي يعني فيلم عالمي مش هو قد ما هو خاص وقد ما هو عام وعالمي لانه شفته هلأ اللي عم بصير بي اوكرانيا انه بشبه اللي عم بصير فعاليا هذا بثبت انه هو الفيلم هذا ممكن سير بأي مكان ربعي زمان بس الفرق انه فلسطين من سنوات طويلة من دون الازارات ما كان فيه اصلا سوشال ميديا ولا في اشي عشان تصير كل اشياء اللي بتصيرها السماء اوكرانيا ولكن كنت تحكي انه الفيلم كله تصور بغرفة معظم احترى كيف تم اختيار اللوكيشن اصلا اللوكيشن المواقع رحلة تحكي اي عنها امدي اشرب موانا اللوكيشن صراحة يعني بدت مبل سنة من التصوير قاعدنا نفتش انه كان كتير مهم انه كتير نحافظ على مصداقية التمانية اربعين نلاقي مواقع كتير اوثنتيك وكان كتير مهم لدارين وانه انه نلاقي مواقع جديدة ما عمرها تصورت فيها بالاردن ولا عمرها تبينت بهاي الطريقة اخذنا سيارة طلعنا يوم عالشمال واليوم اللي بعده رحنا كل الجنوب وحكينا مع كتير صحاب وشوفنا وهيك فلقينا قرية مهجورة رممناها رجعنا بنينا عليها وضفنا بالفي اف اكس كمان في مواقع بس تم ترميمها طبعا كل شي كان كتير مهم يكون بصمة التمانية اربعين موجودة دائما دارين تحكي انه انا ما بدي تجيبولي اشي قديم بدي اشي يكون موجود هلا امبين جديد انه احنا بالتمانية اربعين هلا ومثلا في اشياء صراحة طرينا نبنيها من السفر عشان نكون عاملين كنترول مثلا اذا ماي او اشي بس عشان نكون وضع امان لكل الممثلين يعني سنة كاملة وانتو بتدوروا على المكان لا قبل سنة كنا عارفين وين نصور تقريبا يعني هو بالتوازي انت تشتغل يعني على تلاقي المواقع وانك تلاقي الممثلين وتلاقي كل العناصر يعني فهو بالتوازي يعني نشتغل على اكتر من خط بنفس الوقت عشان لما نوصل للمرحلة احنا جاهزين في جاهزية من كل النواحي مادية وكذا بنقدر ان شاء الله انه نفوت سمعتو سمعتو عشان اللي بيجي بحكي لي التمثيل شغلته سهلة هايو العذاب شوف تقلت لكم ش راضين تسمعوا مني شكرا كتير دارين وشكرا كتير آية حابب قبل ما نطلع فاصل بدي اشكر نجوم العمل والقائمين عليه كرم طاهر أشرف برهوم علي سليمان سميرة الأسير مجد عيد والعديد من المواهب الأردنية اللي قد ما ذكرناهم وقد ما شكرناهم وراح نقدرنوا فيهم حقهم بانهم عملوا هذا العمل الرهيب اللي احنا كلنا لازم نفتخر فيه انا رايح احضر بالسينما انا رايح معا خلاص احي كلياتنا رايحي ناخد دانا كمان حرام اه لا ناخد دانا ناخد دانا وكمان هبة هبة تحضروا عن اتفلكس خلاص شكرا لكم كثير مبساطة وجودكم معنا وان شاء الله تجيبوا الأوسكار الهولوودي ان شاء الله وبنرجع كمان مرة عنا على زي اذا جبناهم نحط معا ايوه صديقة بدنا ندروزلكم اياه عنا في الاستوديو شكرا لكم شكرا لكم